أنا أختزل بكاري سانيا في الحديث عن كيفية تحفيز اللعبين لأنه عنده خبرة في الملاعب لكن خلني أروح معاك إلى موضوع نفس المشروع أنت لو تلاحظ لما ملكية شيلسي ذهبت إلى تيد بويلي لما ملكية ليبربول ذهبت إلى المستثمر الأمريكي نسيت اسمه مجموعة فنوي كلهم الجماهير والصحافة في إنجلترا و في أوروبا يسألون كم ستدفعون من النجوم التي ستحضرون السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هل كان أحد يتوقع أنه لا والله جماعة مجموعة أبوظبي لا يفكرون أو جماعة مجموعة أبوظبي لا يفكرون أنه نشتري كم من اللاعب و نحقق كم بطول لا نحن جايين عشان نعمل شيء جديد مستحدث في كرة القدم أن الاستثمار نعم عندنا في الوسو و عندنا ملاءة مالية لكن ترى نحن مش جايين بس نشتري لعبين و نفوز نذكر البدايات نذكر البدايات و الكلام عن المشروع حتى أول سنتين و ثلاثة كان دائما أي ربط لاعب بمان سيتي يرتبط براتبه يقولك سيحصل على 150 ألف جنيه سترلين و سيدفع مقابلة هذا المبلغ الفلان كان يربط الآن أي لاعب يهتم به السيتي لا يربط بهذا يربط بالفلسفة الكراوية بالأسلوب يبحث عن النجاح مثل هلند يعني لما اختار السيتي اختفت لغة الراتب راتب هلند مش قليل لكن ما بتشوف بالإعلام تركيز على راتب هلند عكس تركيز على راتب هلند في أندي أخرى فهنا الفكرة اللي وصلت وصلها سيتي للجميع أنا مشروع كرة خدم كنت أقرأ من يومين في كتاب كان في مفهوم جميل النجاح في النجاح هناك النجاح وهذا السيتي حققه بـ 2012 وغيره و النجاح في النجاح و الاستمرار بهذا النجاح دائما تنجح و أنت مستمر و هذا اللي بيخلق العظمة حاليا و أعتقد السيتي قدر يغير الانطباع تماما عن فكرة الاستثمار بشكل عام بكرة القدم و ليس فقط الاستثمار العربي يعني دائما كان الانطباع أنه استثمار العربي يعني فلوس كثير سريع و نجاح سريع و نذكر أنه حتى كان في بعض الحملات السلبية في البداية لكن هذه اختفت الآن الآن ربما الجميع لما ينظر إلى هذا المشروع ينظر إلى مجموعة سيتي جروب و ليس فقط منشستر سيتي ينظر إلى نجاح كل جروب و هذا الشيء أيضا لم يأتي بالمال في كل مكان يعني أسست بأموال و هذا طبيعي هذا طبيعة الاستثمار لكن الاستدامة فيه كانت بالفكر و العقل و استيعاب التغيرات كرة القدم جدا تغيرت ما بين 2008 و 2024 ليست نفس اللعبة لكن رغم ذلك السيتي كان دائما موجود في هذه المراحل و هذا بيدلنا أنه إحنا ما نتكلم عن مشروع قائم بس على بضعة أفكار ولا على قام على شان ينجح و يوقف نتكلم عن مشروع يستمر بالنمو كل يوم و يوم يقلل الفارق التاريخي مع أندي أخرى أنا منعرف يعني بالأخير بدأ السيتي متأخرا مقابل أندي بدأت بالثلاثينات و العشرينات بحظ الإنجازات و أيضا حتى بالقيمة الاقتصادية كاستثمار كل سنة أو سنة بعد سنة بتحس فيه فارق بالقاب بين أعلى نادي في العالم قيمة و مان سيتي فكل شيء يشير أنه إحنا أمام شيء يدرس في المستقبل شيء يبنى عليه و منعرف أنه في أندي أخرى حاولت حتى سرقة بيانات مانشستر سيتي حاولت سرقة أسلوب مانشستر سيتي و حتى الآن يتم محاولة التعاقد مع المسؤولين في مانسيتي الآن سينافس منافسي يعني مساعدي أرتتا و مارسكا و غيرهم يعني تقريبا حيث يتقلب الدول حتى على مستوى الإدارة اليوم الرئيس التنفيذي لاندي مانشستر يوناتد أصبح أو عفوا هو عمر براد الذي كان يمكن الرجل الثالث أو الرابع أو حتى الخامس في لاندي مانشستر سيتي هذا ما السيتي فعلا وصله من حد القوة أنه أصبح ينافس نفسه بشكل أو بآخر في الدورة بأشكال مختلفة يعني أهم النجوم يذهبون للأندي الأخرى هم من السيتي يعني كول بارمر أهم لعبة شيلسي هم من السيتي لو ترحل حتى كان المفروض جيسس يعني أن ينجح في أرسنات وهذا بوريك هذا الفريق لأي مدى وصل من خلينسمي الإفراط بالقوة مقابل خصوم و نتيجة النجاح الإداري نتيجة اللي خلنا فعلا يمول الدورة مدربين و لاعبين و أفكار